أقل إلى واشنطن دي سي وسيد هامفري سيد هامفري هذه المرة بين اتهامات ترامب للديمقراطيين بشأن ملف الهجرة الذي نناقشه الآن ويلقى إلو من قبل كمالة هارس في نفس الملف أيضا من المقصر هنا في ملف الهجرة؟ الإدارة الأمريكية الحالية أم إفشال ترامب لمشروع قانون أمن الحدود كما قالت كمالة هارس الأمر واضح تماما يأتي ذلك على حساب إدارة ترامب وإدارة الحالية أقصد إدارة بايدن وهارس لأن هناك محاولات من أجل عمليات الإصلاح ولكن بدون أي نجاحات فبالتالي إن الوعد بهذا المشروع للقرار تناوله المئات من المسؤولين فبالتالي هذا القرار ليس من شأنه الحد من أزمة الحدود ولكن هذا يعتبر إعلان وتصريح لمزيد من المواطنين غير الشرعين للدخول إلى البلاد إذا ما سمح لهم بدخول البلاد فبالتالي سوف نواجه المزيد من المشكلات المدنية والجنائية وبعد ذلك يعاني الشعب الأمريكي بشكل غير مسبوق فبالتالي البرنامج بأكمله هنا هو من أجل الضمان أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى البلاد وبعد ذلك يحصلون على الحقوق المواطنة وبعد ذلك يدخلون في السياق الأمريكي فبالتالي لا يمكن أن سمح بهذه الفرصة فبالتالي هذا هو العمود الفقري لهذا النقاش لماذا ننتظر إلى تأشيرة الدخول لابد من الانتظار لصدور تأشيرة الدخول ولكنها تأخذ أعواما في بعض الأحيان إذا كنت متزوجا ربما تظل على قائمة الانتظار لخمسة أعوام يمكن أن تذهب إلى الباسو في تكسس وتقول أنا أريد أن أطلب اللجوء ودخول البلاد بدون أي إجراءات قضائية إلى الولايات المتحدة فبالتالي يتسبب ذلك في أزمة أكبر وكذلك من خلال عملية الزواج بالمواطنين الأمريكيين الأمر معقد للغاية الأمر واضح تماما أن هناك مدارس في جواتمالا وهندورس وهيتي التي تعلم الأفراد كما يقولون عندما يصلون إلى الحدود الأمريكية أنا أرغب في طلب اللجوء هناك أمور مريعة تحدث معي ونحن على دراية بذلك لأنها نفس القصص التي تسرد مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالحدود طيب سيد بيتر هنفري في دقيقة واحدة لو تسمح ضيفي الكريمين من تينيسي وآيوة كان لهم رأيان مختلفين للغاية بخصوص أزمة الهجرة من تينيسي ضيفي الكريم قال أزمة الهجرة خطيرة للغاية في حين أن ضيفي الكريم من آيوة قال الاقتصاد الأمريكي بحاجة للمهاجرين هل ينقسم أيضا الشارع الأمريكي في هذا الإطار؟ الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى المهاجرين نحن نرغب في إعطاء تأشرة الدخول إلى المهندسين والأشخاص الماهرين الذين يدعمون الاقتصاد في حقيقة الأمر دون السماح بالدخول غير الشرعي الذين من شأنهم ربما يعملون أو لا يعملون لصالح الولايات المتحدة والكثير منهم يتوجهون للعمل في القطاع الزراعي يمكن أن نعطيهم يحصلون في بعض الأحيان على تصريح لمدة عام وبعد ذلك يعودون إلى بلادهم من أجل التقدم للدخول لأعام آخر ولكن لا يمكن السماح بالنظام الدخول اللاشرعي ولكن هذا النظام ليس له أي علاقة بالصالح الأمريكي اشتركوا في القناة